على راديو ماد الويكند على راديو ماد مازالنا متواصل معاكم حتى النص نهارته والتوقيت لحداش وربعين دقيقة سلام عليكم انتم اللي قاعدين تسمو فينا وتطبقوا فينا شرطوه على الباش فيسبوك راديو ماد تونيزي مازالنا نحكيه على دور المجتمع المدني بعض الفيضانات اللي اشتاحت مدينة نابل أو ولاية نابل بمعتمدياتها ويتحضر معنا امنا بناري نشطف المجتمع المدني مرحبا امنا مشديد كنا نحكيه ومبكري على دور المجتمع المدني ومن الحاجات اللي يمكن يقعدوا في البال في الأسبوع ذا هو المكتبة العمية متاع سليمان الحقيقة معانتها كيفاش انه فما تضامن كبير فما ناس معانتها تطوعت باش انها تعطي للكتوب وشوفنا كيفاش مادام بسمع معانتها كيفاش هكالفيديو اللي داروا تصورها كيفاش داروا معانتها اللي بكامتاحها معانتها ونضيري فقدت معانتها حاجة عزيزة عليها ماد اه وي انا سمعتها كما دي ميليه دي سيطويان سمعوها وتأثروا بالكلم بتيحها ومصار تكريمها دي جامن عند وزير شون الثقافي وزيدة على اثر التصريحاتها ودموها لباكي وباشا توين سارينا فما العديد من موجات ايجابية وحملات زيدة تضامن مع سليلة بسمع ومع مكتبة العمومية بسليمان فما مبادرة حب نحكي عليها اسمها لي تمتر كتبا في عظمات تمتر معانتها امتارا فلتمتر كتبا هي مبادرة قام بها سيدة جمعيين سي نيدر وسي محمد حمزة مشكورين تحية لهم تحية كبيرة تبنيوا المسألة هذية وقالوا عليش لي فما تبرعات صحيح فلوس وتبرعات عينية وعليش لي ما نقوموش بحملة تبرع بالكتب ونراجع مكتبة العمومية بسليمان كما كانت وكان فما تفاعل كبيرين من وزارة الثقافة اللي تعهدت بخمسة الاف كتب زيدة اتحاد نشرين تعهدوا باش يمدوها بعشرين الف كتب البريد زيدة تونسي تعهد انه اي مواطن تونسي يحب يتبرع بكتب ينجم يمشي للبريد يحط معانتها ما يخلص حتى شي يحط الكتب بتاعو ويكون للمكتبة وبش يكون فما توسيل مجيني في كل ولايات الجمهورية فما زيدة سمات مشكورة اللي تصلوا بيا شخصيا وتبرعوا باربعين كورسي زيدة فما ماترييل ديزامريمان ديزاق 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 فما زيدة ما تنصور مش ترجع اكثر من قبل مش ترجع اكثر مش تكون فغني اكثر من قبل هي تحطت خمسة لاف كتب ممكن ممكن من فيسورتو كتب بتاع صغيرات وعليش ليه ممكن نززيوا المكتبة هذه ونشوفوا المكتبات العمومية في المعتمليات الاخرين خاطر نتصور الضرار مالحقش كان بسليمين ولكن بالعديد من المكتبات العمامية الأخرى ممكن هي خطر صوتها وصل معنتها غبيدما أما نتصور حتى المكتبات العمامية في الولايات الكل لازمها نفس جديد ولازمها كتبها جدد ولازم تكون معنتها نوعي وننشر ثقافة الكتاب خطر صوت معنتها بحكم باتر وباش نجمو نقدمو بالبليد هذي أكيد التفاعل في التوينس اللي موجودين في الخارج كيف شريته التفاعل كبير زيدا ما فمش كين نويبليا ولا التوينس فما زيدا المواتنين بالخارج اللي تقلقوا يسر مليسار وانا على اتصال بالعديد من التوينس اللي في فرنسا واللي في كندا واللي في ألمانيا وكل حبوا يعاونوا فما في فرنسا زيدا حملا بتاع نكنيوت قاعدين يتسابوا فيها فلوس فما دي كنت بانكير تحلت فما عبيد دي ما تسأل انا كيفش نجم نعاون نعاون وفما زيدا مثلاً بروف نذكر اليوم صباح نطلقت الحملة التطوعية التطوعية لتنظيف ولاية نابل مؤثرة الفيضانات الأخيرة تحت شعار الشباب سفراء تطوع تحت شراف وزارة الشباب والرياضة مشاركة ألف شاب وشابة من 24 ويلة مهمة برشا الحملة صحيح مهمة ياسر خاطر نشوف اللي معنتها اللي نجم يصير علي اليوم اللي نجم يصير عليك مهمة على خاطر بشنا نرى نضيد نغرز في الشباب وفي الأطفال ثقافة المواطنة نحنا عنا ممكن نقرأه هايش المواطنة نقرأه طربية مدنية وعدي وكهو أما غرز ثقافة المواطنة هي حاجة أساسية باش نجم ونبنيو دولة دولة القانون دولة مؤسسات دولة تحترم حقوق الإنسان دولة فيها التضامن ياسر نحنا نقرأه ديما نقول له الشعب هوا اللي يبني الدولة بش الدولة هي اللي تبني الشعب معنتها الانيسياتيف لازم تجي من عند المواطن ملازم نيش نقعد ونستنيو في في الدولة ولا في الحكومة ولا في الوزراء بش يتحركوا ذوكم عندهم أشان داكسيون لازم يقوموا بي خطر ذاك دور الحكومة دور الدولة ولكن زيدا كل مواطن لازم يتحمل مسؤوليته في منطقته ولا زيدا حتى في ولايات أخرى ولازم نزرعوها الثقافة هذية على خطر على خطر تونس مع النجم نقدموا بها كان بها سوليدا غيتي وبها الحب الكبير اللي يريني معنتها أنا ريت عبد جيت من الولايات الكل وكنت نسمحها مقبل لك في نشرة الأخبار من الولايات الكل ألف شاب وشاب اللي جيو زيدا عمل فما عمل كشيف كان كبير يسر في الولايات الكل الحقيقة حاجة تفرح يسر فما تساؤل هنا تحية المحمد اللي يسمع فينا من تونس بعطلي تساؤل اللي كنتي أمنى يخلك علش لا ما تكونش فما كل 22 سبطمبر يوم جاوي سير فيه حملات النظافة من كل عام في نبل وعليش كل عام علش نخليه حملات النظافة تحس سامبوليك لحكاية أي بيس حاجة تستحق أنها نشوفها ولكن نتصور أنه العمل هذا لازم يكون عمل يومي لازم نشوف اللي راه زيد الفيضانات هذي كان سارت راهي فما مسؤولة صغيرة بتاع المواطن فيها رينا بعد ما سارت الوديين كي فرغت شوية رينا الكمل هي الفضلية رينا حجم كبير تاعوسخ معنا هذي سيفغيك مسؤولية البلدية هي مسؤولية كبيرة تاعو انتخاب وقعد البين الحقيقة باش باش تتخدم بكري باش نحاسبها ماذا بكري نجمو نبدأ نعمل بلان مؤقت اما باش نجمو نحاسب الحقيقة ما نجموش شنو انا نقول لازم المواطن زيد متاك كذ كان البلديد يقوم بدوره فما سكون أبل تاو الديمقراطية التشاركية المواطن يجم يمشي يحاسب ويسأل يحضر في اجتماعاتها يقدم مشاريع يقول هوا المشاكل اللي عندي انا في منطقتي هوا الفضالات هذي ما حابش تتلم هوا ما عنديش انا الحاوية الفضالات شوفوا لي حال لازم نتحا نصوف أكثر البلدنا والبلاديتنا ونحن تاو في مسار جديد هوا مسار البلاديت ومسار إلا مركزية باتتخذية أم باتتخذية باش نبدلوا النظرة اللي عنها ونتعاملوا بأكثر معناتها أم بكو دو فلويدت مع البلاديت ابتعنا واضح خليل كلمة الخيتي امامنا الحقيقة نحب نوجه نيدال نيدال اللي متعلق بالحملة تبرع اللي قايم ما تاو اسمس 1 دينار على 85 510 تبعثوا اسمس ولا 2 ولا 10 كل قدروا حتى الصغار نجموا وقلوا لهم هاي انت الدينار هذي يخوذها برمشي شارجي بها وابعث هذي بش يمشي لجمعية ساوت المرأة بنيبل بش يكون فمع يعانات معناتها للعائلة المذارة واني دي ثاني متعلق بالتليتون اللي بش يصير غضوة على الوطنية الاولى بش يكون على نهار كامل متسعة تصباح نص الليل كل قدروا قدروا بش نجموا تعاونوا نعاونوا بعضنا نس الكل بش نجموا نحسنوا من البنات بش نجم تقع تونس ديما متقلق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك حضورك معنا نفرحوا برشة ديما كي تكون بحضانا وان شاء الله المجتمع المدني كل عادة يواصل في الحملات ومتقفش كن على اليوم ولا غضوة ان شاء الله ديما تتواصل الحملات كما قلت انتي لغرس روح ووعي المواطنة عند المواطنين الكل الويكاند برنامجنا اليوم تنجم تعودوا تتفرجوا في الفيديو الكل تلقاهم على الباش فيسبوك راديو مات يونيزي تنجم زادة الاخبار الكل تلقاهم على السيتم تقعنا راديو مات يونيزي بوان كوم سلام برش على سمايا محمد كانوا معايا في الخراج ماروة في التصوير جميلة في التنسيق وسامة سوائي كان معكم كنت ميكرو نكملوا مع الديديكاس المدام منجي كعبار نعناع سبيسيال ديديكاس بناسبة عرس ولدها عمر وموناء نقولون ان شاء الله مبروك العرسم تاكم مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا ان شاء الله مبروك العمر وموناء ومدام منجيك عبار نعناع حكا وصلنا نهاية بتبيع البرنامج الويكاند ونسبة لليوم وقعد برانشي على راديو ماد في الامان الناس كل